أأمن وسائل الركوب على الإطلاقية الطائرات ضحايا حوادث الطيران في العالم كله كل سنة لا يفون على الثلاثمائة في حدوث ماتين وخمسين ضحايا السيارات بالملايين لكننا نجد الأمان في ركوب سيارة لأننا كائنات غير عقلانية عكس ما نحن كائنات غير عقلانية للأزب الشديد طبعاً ليس في كل شيء في كثير من تصرفاتنا وأوهامنا وأحلامنا وتخديراتنا نحن كائنات غير عقلانية على فكرة هذا يفيدني الآن خطر لي هذا يفيدني جداً في موضوع خطبة اليوم لماذا؟ لأنه إذا كنا كائنات غير عقلانية ونخطئ جداً في التقدير ونخطئ جداً في الترجيح فليس لنا بالمرة ولا ينبغي أن نطمع أنفسنا بماذا؟ بالاعتراض على حكمة الله وعلى أقدار الله وليش؟ ومش وقته ويا رب إيه؟ لو كان في وقت أمش أنت أنت ما بتقدر تقدر أي شيء أنت تخطئ في فهم أشياء تعتبر بدهية بدهية لا تفهمها ستقول لي أنا طب العلماء حتى كبار العلماء العباقرة اللوذعيون يخطئون في تلقي بعض الأشياء التي المفروض على أمثالهم أن لا يخطئوا في تلقيها في التقاطها يخطئون ولا يستوعبونها وإذا وضح قانونها وكيف تشتغل ربما ضربوا رؤوسهم حسرةً وتندماً أن ما أغبانا كيف فاتنا ذلك؟ فاتكم ذلك نحن لسنا تلك الكائنة العقلانية فإيش هالكائن اللاعقلاني الغلبان هذا والآن سأتي بعض الأمثلة العلمية اللي بدوا يعترض على حكمة رب العالمين لا 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 ليس لأحد أن يعترض بالمرة ولذلك أيها الإخوة الناس تموت وهي صغيرة يولد يخرج من رحم أمه يموت في أول عشر دقائق وتثور أسئلة حجيبة طب لماذا إذن؟ لماذا كل هذا التعب والهم وحمل تسعة أشهر هذا ما أراده الله الله أراد لها أن تحمل فيه تسعة أشهر وهناً على وهن ونصباً فوق نصب وأن تدعب إن احتسبت ذلك وأرادته لها أجر النصب والحمل ولها أجر احتساب فقيدة إن شاء الله تعالى لعل هذا بالذات ما يدخلها الجنة في حكم الهيئة غير مفهومة في هذه الفترة التي حملت فيها بابنها تغيرت أشياء كثيرة في حياتها في سلوكاتها وفي أنماط حياتها هذا كان مطلوب أيضاً كان مطلوباً كيف مطلوب لا أحد يعلم مطلوباً من مئة ألف واجه مطلوب ويتغير به عشرات ألوف الأحداث الأخرى في العالم في الكون في العلاقات البشرية مطلوب هذا لا يستطيع أن أرى نحس بالتوتر قليلاً لأنه فعلاً غريب أنك تغامر بنفسك أنا أخاطب هنا المرحد والشقوقي والمستريب من المؤمنين تخاطر بنفسك وبمصيره ومستقبل إيمانك وأنت حتى غير مقدر لمدى ضآلة عقلك وبساطة تفكيئك تواضع تواضع قليلاً إذلك استلهم الله الهداية وتواضع أنت أقل من ذلك نحن أقل من ذلك بكثير هذا الكون العظيم الرهيب ليس ملكاً لنا هو ملك لمالكه لا إله إلا هو وهو وحده وحده القادر على تدبيره واستدامته وإدارته وهو وحده قيومه أحد مننا ولم يطلب من أحد مننا شركة في ذلك ولا شورة ولا نستطيع ولسنا كذلك نحن أبعد من ذلك بكثير الآن لو سألت أي واحد عنده معلومات عامة في الفيزياء والفيزياء الفلكية بالذات وقوت له كيف يمكن للعلماء أن يحسبوا حركات سهل جداً العلماء يستطيعون أن يحسبوا لك حركة ألف نجم مع ألف كوكب في الوقت نفسي غير صحيح بالمرة واضح أنك أنت لا علم لك ببداهيات الفيزياء الفلكية نعود إلى المؤسس الأكبر الكبير والعبقر النادر سحاق نيوتن وفي كتابه العظيم الكلاسيكي التاريخ الفذ المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية فلسوفيا نتراليس فلسفة طبيعية برينتشيبيا ماتماتيكا المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية باللاتينية في الجزء الأول في الجزء الأول على ما أذكر تحدث في أطرحته السادسة والستين عن هذه الموضوعات نظريا في الجزء الثالث والكتاب يعطي طبيعاته كل حين لكن بسعر غالي جدا جدا كتاب كلاسيكي نادر ولا يتعاطى معه إلا كبار الفيزيائيين من آخر الطبيعات التي اطلعت عليها بسرعة قدمها سيفن وينبيرغ قدم لها قبل حوالي ربع قرن المهم في المجلد الثالث عادس حاق نيوتن ذلك الفيزياء العظيم ووضع حساب التفاضل والتكامل هو وضع هذا الحساب أصلا وهذا هو المطلوب في هذه المسائل بالذات حساب التفاضل والتكامل عاد لكي يختبر النظرية تطبيقيا فلما حسب حركة القمر إلى حركة الأرض بينهما تآثر تجاذبي تآثر تجاذبي كانت النتائج معجبة ودقيقة الآن أدخل عاملا ثالثا أراد أن يحسب حركة القمر بالإضافة إلى حركة الأرض والشمس ثلاثة التوت عليه النتائج ما فيه ما فيه شيء يشتغل أبدا النتائج دائما تخالف الأرصاد اللي ورثها إلنا إيه تيكو براهي وأيوهان سكيبلر تخالفها تماما اشتغل فترة طويلة ومات دون أن يصل إلى حل في القرن التاسع عشر يأتي عبقر الرياضيات الذي نظر أن يتكرر مثله أو هنري يعني العربية قال هذه المسألة من المستحيل أن يصل العقل الرياضي في يوم الأيام إلى حلها جبريا كذا مستحيل مسألة قال هذه أصبحت دليمة معضلة وتسمى مشكلة أو معضلة الأجسام الثلاثة ثري بادي ثري بادي مشكلة الأجسام الثلاثة ستقول لي و2019 نعم هذا حل مبدئي جميل أجمل من الله شيء أضاف أما به فريق من العباقر والعلماء على رسم أعتقد إي ريشارد ستون ولكن لم يكن حلا نهائيا وشاملا لا تزال المعضلة قائمة مجرد أن تحسب أنت حركة ثلاثة أجسام متآثرة جذبيا في الزمان مكان أو في الزمان المكان مسألة تعجز العقل البشري انتبه الآن مع أن الثلاثة الأجسام شمس قمر وأرض أجسام سماوية أجسام فضائية ماذا يعني؟ يعني تخضع لقانون مضطرد تخضع لحساب رياضي ليس لها حرية ليس لها مزاج كيف لو أدخلنا في الموضوع العامل البشري بحريته بمزاجه باختياراته بتقلباته بتفضيلاته وأن نريد أن ننسق ننسق ماذا؟ لا تستطيع أن تنسق أي شيء لكن رب العالمين لا إله إلا هو وحده قادر على تنسيق ترتيب ولا أقول حساب بل هو عالم هذا موضوع إن شاء الله لابد أن نعقف فيه محاضرة هل الله يستخدم القانون أو يوظف القانون أو حتى يستفيد من القانون للوصول إلى النتائج؟ أبداً لا أبداً لا القانون موضوع لنا نحن فقط نستفيد منه من هذه الحيث أما هو لا علم مختلف تماماً لا إله إلا هو مسألة ثانية تحتاج إلى توضيح فلسفي وعلمي إذن الله تبارك وتعالى وحده القادر على معرفة ومن ثم ترتيب وتنسيق وإدارة وقيومية ماذا؟ كل الخيارات والحركات والسلوكات وإن عدت بمليارات مليارات 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 إلى انقطاع النفس تخيل العوامل والحركات والسلوكات ينسقه كله في وقت واحد وهو عالم بتأثير كل شيء في كل شيء تأثير أي شيء في أي شيء لا إله إلا هو مشكلة الإجسام الثلاثة لا هذا هو الله لا إله إلا هو كيف لا أسلم إليه مقادتي كيف لا أسلم إليه أمري كله أفوض أمري لله والذي أنا مأمور أن أتسبب وأنا أخذ بالأسباب وأن أحطاق وأن أتحيل وأن أنشد لنفسي الخير والسلامة والأمان والتفوق كل هذا مطلوب لكن في هذا المطاف ثقة الكاملة والتامة والمطلقة ليست بعقلي ولا بأسبابي ولا بتدبيراتي بالله وحده لا إله إلا هو وأعلم أنه ما لم يضع قطر التوفيق جبال التدبير كلها تخيب حذب لي وما بالكفار يوفقهم ما سكيل أنت كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هو يوفقهم حتى لو لم يطلبوا ولو حكم في توفيقهم لا إله إلا هو لو حكم في توفيقهم ثم هم يطلبون توفيقه لا بلسان المقال بل بلسان الحال بكيانيتهم بوجودهم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن نسأل الله أن يعرفنا به وأن يدلنا عليه وأن يعمق هذه المعرفة به حتى تتغلغل في أعمق أعماق أعماق جذور نفوسها هذا هو الذي يريحي وهذا الذي يفهم وهذا الذي أيضا يعزي في السراء والضراء في الخير والشر إزاء كل الأحداث كل الأحداث كل المجريات هذا هو الذي يعزيه ويعطيه الطمأنينة